إذن فكما تقدم أسابيع الموضة الجانب الفني والجمال للقطع الأزياء فإنها تساهم في دعم ونمو الاقتصاد المحلي وحتى نناقش هذا الموضوع معنا في الأستوديو أميمة عزوز مؤسسة لجنة تصميم الأزياء وخطوط الانتاج في غرفة جدة أعطيك العافية أستاذ أميمة يا حياك الله أهلا وسهل فيكم وش أهمية أسابيع الموضة؟ أسابيع الموضة هي تعتبر القلب النابض لخطوط الانتاج للاستثمار للترويج فهي جدا مهمة أكيد طبعا إحنا كنا نطلع برة نعمل عروضة لزياء حقتنا برة فإحنا بننمي برة ما بننمي بلدنا سلآن أسبوع الموضة وهذا شيء جميل أنه صار في المملكة في أسبوع موضة هذا أعطانا مساحة أكبر لنا وللناس إنهم يكون عندنا إحنا لأسبوع الموضة فهي طبعا تعطينا اتجاهات في الموضة تعطينا أفكار، تعطينا حافز وإقتصاد طبعا هو هذا الأساس كمان هل أسبوع الموضة تخلق أذواق جديدة توجه ترندات أو أنماط معينة من الأزياء؟ طبعا أكيد أسبوع الموضة حتى المصمم يشوف كثير من المصممين وأفكار وألوان وأشكال المشاهدين أو اللي حيشتروا حيشوفوا كثير أشياء فيعرفوا إيش يحبوا للسنة اللي بعدها نفس اللهم المستثمرين لما حيشوفوا أسبوع الموضة فيشوفوا توجهات السنة إيش هحط في متجري فأسبوع الموضة يعتبر هذا مهم للكل من الموجودين للمستثمر، للمشاهد كعميل حيشتري وللمصمم يعطي له أفكار أكثر وحن في نفس الوقت يعرف السنة الجاية إيش توجهاته بتكون عنده إلمام أقوى طيب خلينا نتكلم اقتصاديا، الآن نتكلمنا فنيا ما هو دور أسابيع الموضة في دعم الاقتصادات في عالم الأزياء؟ لما تكون فيه أسبوع موضة في بلد معينة أكيد الكل اللي بده يشارك يعني الكل حيروح عشان يشارك في نفس الوقت حيساهم في دعم السياحة كفنادق، مطاعم، مولات عشان يشتروا حيكون فيه دعم للسيارات والتوصيل المواصلات حيكون فيه دعم لكثير من القطاعات بوجود الناس اللي ستشارك في أسبوع الموضة حيث ليس شرط أن تكون متصلة بالأزياء، قطاعات أخرى؟ طبعا أكيد، لا قطاعات أخرى حتشتغل قطاع السيارات والتنقلات لأنه حيكونوا ناس موجودين يحتاجوا سيارات حتشتغل قطاعات الإعلام والمسوقين للإعلام لأنهم حيجوا حيسوقوا وحيصوروا حيستفيد الكثير في هذا البلد يصير فيها رواج اقتصادي عالي ليس مجرد الاشتراك في الأزياء، لا يصير فيه فنادق اشتغلت، مطاعم اشتغلت، أسواق اشتغلت الناس شافت أشياء كثير فهو طبعا عامل قوي جدا في ترويج اقتصاد ونمو اقتصادي يعني خارج عن اللي هو اللي اعتمادا على النفط، لا هذا ساري اعتماد قوي على جميل، بنرجع للجانب الاقتصادي والناتج المحلي من الأزياء نعم، لكن خلينا في العلامات التجارية المشاركة في أسبوع الموضة هل تساعد هذه الأسابيع العلامات التجارية أنها تبني هوية وتجعل نفسها اسم في سوق الأزياء؟ طبعا أكيد بلا شك أنه لما أنا مثلا أعمل لنفسي علامات تجارية وأشارك في أسبوع الموضة مشاركتي التي هي على الميدان نفسه الجمهور بيشوف الأزياء فبيحفظ العلامة هذه العلامة هذه برضو في التصوير نزلت في الإعلام فتحفظت أزياء مع علامة تجارية ترفع من قيمتها، ترفع من الوعي لهذه العلامة تبين مدى تطورنا أنه إحنا سارت مجرد أنا أخيط فستان عند الخياطة الفلانية لا أنا أتعامل مع مركة معينة حتى قيمة المنتج حيرتفع بوجود العلامة العلامة التجارية تعطينا قيمة لمنتجنا وترفع منه طبعا المعارض هي أول أسباب تثبيت العلامة التجارية يعني كان السؤالي أنه هل العلامات التجارية خلينا نقول المحلية اللي تشارك في أسابيع الموضة ترتفع قيمتها السوقية أكيد المستثمر بينظر إليها يمكن طبعا بلا شك هي لمن حتشارك أسبوع الموضة سواء في المملكة مع مشاركين أجانب فهي سارت مشاركة عالمية فأنا شاركت باسم علامة تجارية خاصة بي مع مشاركات عالمية في نفس الوقت أكيد المستثمرين لقطاع الأزياء لمن ياخدوا براند له علامة تجارية واسمه قيان وهوية خاصة بي أكيد سيختلف على من يكون يأخذ مجرد من محل خياطة وخلاص صحيح أنت في تجاربك السابقة هل جت مرة عرفتي براند معين من حضورك لأسبوع الموضة كنت من قبل ما تعرفينه مثلا أو أكيد طبعا تفاجأتي بتصاميمهم أحنا أكيد يعني في براندات معروفة عالميا من سنين لكن لما تجي تحضر في عالم الموضة أو في أسبوع الموضة سواء في دول أوروبية حتى في أسبانيا شاركت في أسبوع الموضة ولقيت في براندات صغيرة جدا ولكن لها وضع وجمال في تصميمها أنا من وقتها يعني حبيت أعرف هذا البراند والعلامة تجارية المين فبالعكس هنا بتدي فرصة للمصممين ومصممات المحليين السعوديين أنهم يوصلوا لمرحلة عالمية أنه ينعرفوا بين الحضور الحضور بيكون عالمي وليس صفخات السعوديين فأنت برأيك أن المصمم السعودي هو المستفيد الأكبر من هذه الأسابيع التي تعرض في الرياض أكيد هو يعتبر مستفيد أكبر لأنه صارت فرصة أنه كثير من المصممين وكثير من الحضور من كل الدول جات وشاركت فأكيد سينعرف بشكل أسرع وأقوى ولكن حتى المستفيد أنا أعتبره ليس فقط المصمم المستفيد المتاجر أنه لما يجلس التاجر لأنه كثير في أوروبا لما التجار يجلوا يحضروا عشان يأخذوا للسقات لحقهم المتجر يعني ستايل حق السنة أو الكوليكشن حق السنة فكثير يجلوا التجار فهو سيستفيدوا أن يرى أكثر من عرض أكثر من براند أكثر من توجه فيه كأزياء فبرضو سيعرف أن السنة ما سيأخذ في المتشر حقه سيستفيدوا حتى حقونا التصوير ستشغل وظائف كثير فحيستفيد الجميع والمصممين يعتبروا استفادة أكبر لأنهم ينعرفوا بشكل أخوى جميل أستاذ المعيمة أسماعيلي بهذا الفاصل ونرجع نتكلم عن حجم القطاع ومساؤنا مستمر حياكم ومكملين حوارنا حول دور أسابيع الموضة في تنشيط قطاع الأزياء مع ضيفة أميمة عزوز أستاذ أميمة قلنا قبل الفاصل أننا نتكلم عن حجم القطاع حجم القطاع الأزياء أنا عندي أرقام هنا بعض الأرقام 92 مليار دولار أمريكي حجم القطاع ونسبة نمو تراكمي تقترب من 50% خلال الخمس سنوات الماضية إلى أي حد تعتقدين هذه الأرقام ستستمر وقطاع الأزياء سينمو؟ إلى الآن في الواقع ما في رقم محدد بالضبط أقدر أقول أنه خلاص هذه ستكون فيه ولكن طبعا فيه ارتفاع ونمو في الجانب الاقتصادي في الأزياء لكن فيه تغيرات بتحصل يعني أنا أمكن لما كنت عاملة دراسات في اللجنة وعاملة دراسات كان فيه حجم معين جات مواضيع معينة اختلفت مثلا حاجات مفاجئة زي الكرونا أمور بتأثر بتخرج ناس من السوق بتنزل شوية بترفع ناس فهي ما تقدر تحددها نتيجة لعوامل سواء طبيعية أو عوامل بس إمكان رفعت مثلا من قطاع التجزئة والبيع الكروني بالضبط هذه رفعت فعلا لأمور معينة لناس معينة ولكن فيه متاجر قفلت عشان كده الإنسان ينبغي أصلا عشان يحافظ أنه يفضل على التغيرات اللي بتصير فين السوق ماشي إلكتروني سوق عام على الميدان بالنسبة لل أنا في دراساتي أعرف أنه السعودية أكتر شعب يستهلك بنسبة 30 مليار ريال سنويا تنصرف بس على الأزياء هذه النسب اللي كانت 30 مليار ريال سعودي أو دولار ريال سعودي سنويا بس صرف للأزياء فتخيل كم الاستهلاك وكم من تعرف الذائق السعودية يعني ما شاء الله سيدات أو رجال وأطفال كلهم متزوقين للجمال و للفن و كده فإحنا نستهلك كثير عشان كده يعني هذا الجانب كان مهم جدا يكون موجود عندنا الاستهلاك أغلبه مستورد أم فيه شيء لل أوكي المستورد إحنا الآن بنقول كنا من زمان نستنى هذه الفرصة اللي إحنا فيها الآن الصحوة الجميلة للأزياء لأنني أنا لما كنت أعمل عرض أزياء خارجي ما كنت تستفيد أنا كنت أعمل برة حيشوفوا الأجانب العرض حقي مجرد يعرفوا اسم لكن هم الأجانب كلهم يشتروا أو ما يكون في عندهم حبهم للاستهلاك اللي هو المحلي لما نجينا هنا الآن وإحنا بنسوي العروض هذه بيتفرج عليها المشاهد كان عندنا ثقافة أنه البراند يعني مش معروف زي براندات الكبيرة بس الآن بوجود العلامة التجارية فصار المستهلك بدأ يحترم أو بوجود العلامة الآن يحترم إيش المنتج السعودي المحلي وكمان على المصمم نفسه المفروض أنه يعني بعض أمور يراعيها الكوالتي الخامات يعني عشان يكون في ثقل هذه العلامات التجارية فالمستهلك ما هو واعي كان بالشكل الكبير زي الآن صحيح كانت الاستراد مرة كبير بس بدأنا نوصل إلى مرحلة بوجود هيئة الأزياء وسبوع الموضة وبدأ الناس يعني فكريا يتثقفوا أنه لا لم أشتري من منتج سعودي بالذات أنه صارت فيه علامات تجارية سعودية وإطلاق مئة علامة تجارية هذه أعطت ثقة أكثر للمستهلك المحلي أنه يأخذ من نفس المنتج حقه طيب جميل هذه مؤشرات طيبة في نمو الأصناعة في السعودية طيب لو بنرجع إلى المستورد والمصنوع المحليين إيش ممكن تكون إيش يحتاج قطاع الأزياء المحلي عشان يتسارع نموه ويصل إلى العالمية طبعا إحنا بنواجه هذا سؤال جدا مهم جدا وبنواجه مشكلة أنه كيف نواكب السوق السعودي أو المحلي وكيف نكون مع السوق العالمي حتى نقلل من موضوع التصدير من الخارج وحتى أن يكون عندنا إحنا نحتاج إلى البنية التحتية البنية التحتية في إقامة مصانع كبيرة تستوعب إنتاجية عالية جدا من الملابس بأقل الأسعار وهذه أنا واجهتها وكثير من المصممين أكيد يعني واجهوها وأن المحلات اللي هي كانت فعلا ويمكن قفلت بسبب هذا البنية التحتية عدم وجود مصانع كافية مجهزة بآلات ومكينات تقنية عالية وعدم تدريب الآن أصبحنا فيه تدريب بس نحتاج تدريب أكتر لكيف تشغيلها فوجود المصانع بكميات حتخلي المنتج رخيص يعني أنا في بعض الأحيان أضطر أروح أصنع برا في عندنا مصانع هنا ورحت زرت مصانع لكن مو كل المصانع على نفس الكفاءة اللي أنا ممكن مثلا لقيها برا يعني كان عندي أوردر طلبية لفندق بلبس الطاقم حقه وكان يبغى كمية إيش كنت حقدر أسوي كانت كلها جاكتات رسمي وبنطلونات والتعارف حقنا الفنادق يبغوا شي رسمي أنا حاولت ألاقي هنا ما لقيت بس وإن لقيت محلي صنع للجاكتات لأن أنا حسوي كمية يعني أنا عندي ورشة عمل في البيت بس ما حسوي نفس الكمية ما في قوالب خاصة للجاكتات قوالب خاصة للياقات فأنا مضطرة أني أنا أسوي برا أو أسوي هنا بأسعار عالية لما أجي أسوي القطعة فالتكلفة مرتفعة وأجي أحط يسوي للقطعة مبلغ وألقوا ماش مبلغ فأنا فين أستفد من اللي يبغى بالجملة اللي يبغى بالجملة بيأخذ مية قطعة بيأخذها مثلا بخمسين ريال ما هيجي أخذها بستمية ريال فإحنا هنا نحتاج للبنية التحتية وتنشيط المصانع وتقنيتها وتدريب العاملين على هذه المصانع بشكل مرة قوي حتى نقدر يعني يقدر المصمم والمصممة يقدروا يبيعوا بشكل أكتر أكبر محلي بمنتج مميز وجودة عالية بسعر يعني مع الأسواق نفسها جميل جميل أنا أتمنى مع جهود هيئة الأزياء إن شاء الله الأمور هذه كلها تكون متواجدة في الأيام القادمة أكيد طبعا شكرا لك أستاذ أميمة شرفتنا في الستوديو ويعطيك العمل ياها لو سهلة فيك وشكرا لكم على اللقاء الجميل وإلى مساء آخر واتمسوا هنا على خير